شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يصرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر أهلا وسهلا مرحبا يصرنا أيضا أن يكون معنا ضيفا الأستاذ الدكتور عاصم عبد الكريم مرحبا دكتور عاصم وأيضا الشيخ أشرف الكثرة مرحبا دكتور سامي في وقفتنا مع آيات سورة البقرة التي تحدثت عن الصيام وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هنا فدية طعام مسكين ولم يقل إطعام مسكين فما الفرق بين إطعام والقضية المطلوبة إطعام وطعام الذي هو المصدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد الإطعام مصدر أطعام يطعمه إطعاما نعم القرآن استخدمها إطعام في يوم ذي مسغبة نتين إطعام هنا القرآن قول ففديته وعلى الذين يطيقونه فديته طعام لو قال إطعام أنت مطالب أيها الصائم بأن تطعم أنت إذا كنت مريضا تطعم بيدك بنفسك نعم إذا كنت تحتاج إلى من يطعمك فلو قال إطعام لأدى إلى مشقة فوق المشقة يعني يقوم على الفعل يقوم على الفعل لكن الله أعطى مساحة يريد أن يسعد الفقير مع الصائمين في رمضان فكأنه جبر خاطر الصائم الذي اعتذر أو لعزر شرعي وأفتر جبر خاطره بأن يرى صائما يدعو له فأعطاه ذلك الطعام ولا يلزم لعزره أن يصل بنفسه هو قد يكلف غيره لو قال إطعام لألزمه أن يصل بنفسه وفي ذلك لا مشقة الأمر الآخر طعام من الآن أنا توقفت مع كلم الطعام هذه أمر عجيب الملاحظ في قضايا الكفارات في القرآن الكريم دائما تأتي قضية الطعام في أمر الظهر فإطعام ستين مسكين في أمر كفارة الرمضان إطعام أيضا مسكين في أمر كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين في أمر الحق العداء الله إذن الملاحظة في القرآن يؤكد على قصة طعام ما قالش أكل لماذا؟ مع أن القرآن استخدم الأكل واستخدم الطعام يعني فيه أكل وفيه طعام دائما القرآن يتحدث عن الطعام الطعام جزء من الأكل فليس كل أكل يسمى طعاما ما يوضع في الفم وتطعمه يسمى طعاما لذلك سينا نقول إيه؟ لما تكلم عن الأصنام وتبرأ منهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين يا سبحان الله العظيم تعبير الطعام ده ما يطعمه الإنسان وهذا لا تأتى إلا من نطجة الأكل عندما ينضج يسمى طعاما قال الله تعالى في حديث القرآني في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا كل طعام أكل وليس كل أكل إيه؟ طعام ليه بقى؟ لأن القرآن لما تكلم في قصة سيد يوسف عليه السلام في تأويل الرؤية قال يتكلم عن إيه؟ اتكلم عن سبع سيدنا ذأبا كيفية المعالجة يعني قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما إيه؟ آه إذن هنا القضية قضية ادخار فالمدخر قد يكون طعاما وقد لا يكون هذه وحدة الأمر الآخر أن الطعام أعام بمعنى إيه؟ قد يعني قد يصدق على ما يسمى بالبرق المقدم للفقراء كما يقول في زمزم طعام طعم وشفاء سقن يعني لو قدم إنسان إنسان له عذر لإنسان آخر مرق من اللحمة أو به جزء من هذا الإدام يسمى طعاما يعني إذن التعبير دقيق هذه وحدة الأمر الآخر أنه أراد أن يسعد الفقير في ذلك اليوم فكأنه أعطى له مزية وجعل هناك أناسا يقومون على خدمته يصنعون طعاما ويطهون الطعام ويقدمونه للأكل أي عز لهذا الفقير أن يصنع له الطعام ويؤتى به إليه إن الذي أعزه هو الله فدية طعامه مسكين ولم يقل طعامه فقير طبعا بالتأكيد يوجود الفرق بين الفقير والمسكين علماء اللغة يقولون الفقير مأخوذة من كسر فقار الطائر الجناح بتاعه عجزة عن الحركة عجزة إذا كسر جناح الطائر فقر منه عجزة عن الحركة فالفقير عاجز عن الحركة المسكين أخف شوي سيحتاج ولكن الاحتياج أقل من الفقير إذن الفقير مرحلة أولى مع أن بعض العلماء يرى أن الفقير والمسكين معناً واحد لكن القرآن لم يقول هذا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هذه واحدة طيب في قصة الغنيمة الغنائم في الإسلام وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَمْ يَأْتِ بِذِكْرِ الْفُقْرَاءِ ليه؟ لأن قضية الغنيمة في الإسلام نافلة ليست قضية أساسية لكن لما تحدث عن حاجة الفقير ربطها بفرض أصيل وهو الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقضية الزكاة قضية ركن في الإسلام فربط حاجة الفقير بقضية أساسية ألا وهي الزكاة ولذلك العلماء يقولون ماذا؟ إن الذي يمتنع عن أداء الزكاة للفقير هو سائق لحق الفقير سائق لحق الفقير إنما هنا يتكلم على كفارات جبر للزلوب فقال فديات طعام قد يصعب عليك أن تميز بين الفقير والمسكين وهذا التمييز فيه صعوبة أن تفرق بين هذا وبين ذاك فأراد أن يسر الأمر على من له عزر لأن البحث عن الفقير والتمييز بينه وبين المسكين يحتاج إلى عناء وإلى مشقة فإذا أباح لك أن تعطي المسكين فمن باب أولى أن تعطي الفقير أنه أكثر احتياجاً الفقير أكثر احتياجاً من المسكين ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له نقضي قضية التطوع بماذا بأ إذا كان الفدية قائمة القرآن في تعبيراته مهم أن تلتفت إليه قال إيه؟ فلما قال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وإنتهينا بقى من فرق من الطعام والأكل والفرق بين المسكين والإيه؟ وقلنا إن الفقير أعم والمسكين أخص على رغم إن بعض العلماء قال إذا اكتمع فترقه وإذا افترق اكتمع يعني لو وجدت موضع فيه مسكين بس يشمل الاثنين لكن أقول إن القرآن حط المسكين في معنى والفقير فين في معنى وقال بعد كده إيه؟ فمن تطوع خيراً فهو خيراً انظر إلى التعبير التطوع هو الزيادة الفرض يقبله التطوع صيام تطوع مثلاً لأ هنا بيتكلم فبقوله إيه؟ طعام مسكين طعام مسكين نفترض أنه أراد أن يزيد الطعام لإثنين مسكين لخمسة بدلا ما هي وقبة تبقى اثنين قال فمن تطوع خيراً في قضاء الكفار في قضاء الايه؟ لا ينصرف الأمر إلى الصيام القضية لا القضية هنا في التطوع في فعل الخير ويا لها من رحمة إن القرآن قال إيه؟ من تطوع زاد في العطاء يعني كان ينفق خمسة جنيهات في الوكبة زادها إلى عشر أو الوكبة إلى وكبتين أو المسكين إلى خمس فمن تطوع خيراً في الزيادة فهو خير له إذن أراد القرآن أن يكبر الكسر الذي هو موجود يعني يا من أفترت في نهار رمضان أعطاك الله مساحة هنا السماحة الأولى بأن تقضي بعد ذلك السماحة الثانية أنك تكبر خاطر فقير الأمر الثالث أن تزيد أن تزيد في العطاء وعند ذلك تكون الصدقة وتزيد لك الخيرية فهو خير له مبارك الله فيكم الأخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر كما نشكر الدكتور عاصم عبد الكريم والشيخ أشرف الكفراوي وحتى نرتقي مرة أخرى لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون